مبادئ الإسلام والأخلاق للطفل المسلم القسم الثالث أخلاقي والله يحب الأخلاق الحسنة ويكره الأخلاق السيئة والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكالم الأخلاق فعلي أن أتصف بالأخلاق الحسنة كالصدق والوفاء والأمانة والشجاعة والكرم وحسن الكلام واحترام المعلم وتوقيل الكبير وأبتعد عن الأخلاق السيئة كالكذب والخيانة والضعف والبخل والكلام البذيء وعدم الاحترام قال صلى الله عليه وسلم إن أخربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا في الدنيا خاتمة العلم نور والجهد ظلام فأجتهد في طلب العلم وأبذل جهدي في تحصيله ليرضى عني ربي ويدخلني الجنة والأذكار حصن للمسلم فأحافظ على أذكار الصباح والمساء ومنها قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين والدعاء مفتاح النجاح والفلاح فأدعو الله كثيرا في كل وقت في السجود وبعد الأذان وفي الليل ومن الدعاء اللهم اهددين وسددني اللهم زدني علما اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقلني عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما 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 ترجمة نانسي قنقر